نسبة الفقر في العراق مرتفعة جدا هذا ما تفيد به آخر التقارير الأممية حول الوضع الاقتصادي في العراق وضع ليس مستغربا في ظل ما تسميه حكومة العبادي بالإصلاحات فوفقا لبيانات صادرة عن وزارة التخطيط فإن نسبة الفقر في المناطق التي شهدت عمليات عسكرية قدرت بنحو 42% فيما كانت النسبة في محافظات العراق الجنوبية 30% وفي مناطق الوسط 23% أما محافظات كردستان العراق فقد بلغ الفقر فيها نحو 15% تقارير صادرة عن برنامج الإسكان التابع للأمم المتحدة تفيد أيضا بأن 8 ملايين و800 ألف عراقي بحاجة إلى مساعدة وصفتها بالعاجلة جلها أولاء فقدوا مصادر تمويلهم جراء الحرب على تنظيم الدولة مؤكدة أنهم يواجهون صعوبات في الحصول على الغذاء والمأوى بشكل يومي فيما قدر الدخل اليومي لهذه الأسر بأقل من دولارين في اليوم الواحد وتكشف هذه التقارير عن فقر عراقي متعدد الأبعاد فثمت فقر أعلى بكثير بين الأسر الأكبر حجما وتلك التي يعيلها أفراد أقل تعليما أو من النساء والشباب وثمت معدلات عالية للفقر في المناطق النائية والريفية والمناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة وعلى سبيل المثال للحصر فإن مجلس محافظة ديالا أقر بوجود أربع عائلات من أصل عشر في حالة فقر حاد أرقام وإحصاءات مروعة تصف الأوضاع المأساوية في العراق اليوم لا سيما وأن سبع محافظات شهدت عمليات عسكرية تكبدت خسائر مباشرة تقدر بالستة وأربعين مليار دولار شملت تدميرا مئة وسبعة وأربعين ألف وحدة سكنية وهو ما جعل الحياة في تلك المناطق شبه مستحيلة في ظل عجز وتقاعس حكومي عن إعادة الإعمار والتأهيل التي تضمن حياة كريمة وإن كان الحد الأدنى منها ترجمة نانسي قنقر